موسيقى موسيقى شدني إليك يا إله القائم من بين الأموات حتى يكون يوم قيامتك هو يوم عيدي وأستحق ذلك المسيح قام حق القام ونحن شهودهم على ذلك بالطبع بعايد كل الكنائس يلي بتتبع التقويم الشرقي وبعايد كل اللبنانيين وبعايد كل المسيحيين في العالم وبقال لهم مجددا نور القيامة تحل على هالبلد وعلى العالم وإن شاء الله مع تنين الفصح بداية حلقتنا اليوم مع المعايدة مين المسؤول الأمين العام لحركة الشبيب الأرثوديكسي المحامي براهيم رزق المسيح قام حقا قام ونحن شهودهم واليوم حبيتك أني دوي أنا وياك على دور حركة الشبيب الأرثوديكسية مع تنين العيد داي أهمية هالدور اللي عم بتقوموا فيه خصوصا إنكم حركة روحية بتتبع تعاليم الكنيسة ولها سبع مبادئ أو ست مبادئ إذا مش غلطانة وكلها تصد ست مبادئ تفضل أستاذ إبراهيم أول شيء من لكم المسيح قام وإن شاء الله كل أيامكم جميعا قيامة مستمرة بشكل الان تي في دايما بتحطينا ومحطة نقدر نعبر فيها عن نشاطاتنا بحركة الشبيب الأرثوديكسي مثل بصدلت حركة هي حركة روحية تسعى إلى دعوة تدعو جميع ابناء الكنيسة إلى نحظة روحية اجتماعية ثقافية وفقية مستوحات من فكر الكنيسة الارثوديكسية الشرقية ومن هذا المنطلق نحن مدعوين إلى تجديد الحياة الروحية بداخلنا عبر التزامنا بالحياة المسيحية ومحبة الآخر وبمقاربات جديدة للشهادة المسيحية في هذا العصر وبتعميد العلمنا وكفاءتنا من أجل أن تكون في خدمة المسيح وبالتالي في خدمة الآخر السيد إبراهيم كم مركز أو فرع في لبنان؟ كيف تتواصلوا مع بعضكم؟ شو أهم نشاطاتكم؟ حركة شبيب الأرثوديكسية هي تتجاوز لبنان هي تشمل المدى الأنطاقي كله تقريبا لبنان وصول الدول الخليج العربي وبعلاقات مع المهاجر في الأمريكيتين وفي أوروبا الغربي في لبنان هناك خمسة مراكز وفي سوريا وفي مركز الخليج العربي تتواصل بيننا بهيئة تنسيقية تسمى الأمان العامي حيث ينتدى بمماثبين عن المراكز وإضافة إلى مسؤولين تعزيز التواصل ما بين المراكز وبالتالي بالأبرشيات الهيئة العمل هي تسمى الأمان العامي تشكل حركة اليوم أحد أبرز وجوه الوحدة التعبير عن الوحدة الكنسية في الكنيسة الأنطاقية الأرثوديكسية وعملها أجمالاً هو عابر للأبرشيات ومتجاوز الحدود ومعرف لأبناء الكنيسة وموحد الجهود والطاقات وأيضاً للخبرات كثير مني عندكم أكيد كمان نشرة بتصدر دايماً على ويب سايت لألكون عندكم تواصل وعندكم أنشطة كمان تعاليم وعندكم أنشطة تاني للشبيب كيف عم تقدروا تجمعوا هالشبيب اليوم وهل في إقبال من الشبيب إلى الكنيسة الشيء الأول حقيقة نحن عمنا مجلة مستمرة من أربعينات هي مجلة النور وتشرف الحركة على دار نشر واسع جداً عنده أكثر من 15 مطبوعة أو كتاب سنوياً هو ضمن إطار تعاونية النور للنشر بالإضافة إلى مواقع العديد من المواقع الإلكترونية وموقع الرسمي للحركة الدعوة للشباب طبعاً نحن على تواصل مع الشباب في كل نطاق عملنا وفي الجامعات وما سوى ذلك الدعوة إلى الشباب الشباب يمثل الركيز الأولى في عمل حركة شبيب الأوردوكسية هناك ألاف الشباب على انتداد الكرسي الأنطاقي المتجندين لنشر الكلمة والسعي لتحقيق كلمة ووصايا الرب طبعاً في نسبة كبيرة من الشباب خارج طاق الحركة والالتزام الكنسي هذا أمر مؤلع أيضاً في شباب في الحركة وأيضاً خارجهم مكرسين بشكل كامل للخدمة بأبضوا معظم وقته من أجل الشهادة والالتزام ونقل الكلمة الإلهية وتعزيز النشاطات الروحية على مختلف الصعود التربوية حتى تنعكس أستاذ إبراهيم على مجتمعنا نحن نشكركم وحبينا اليوم نقلكم شكراً بهالعيد المبارك للدور اللي عم تقوموا فيه حتى كمان يقوموا بكل تعاليم الكنيسة وتترجم عملياً بحياتنا اليومية شبابنا وصبيانا يتربوا على المبادئ الصحيحة أنا بدي أشكرك وبرجع بعيدك لأن الإيمان والمحبة هن أساس بديانتنا المسيحية شكراً لإلك والتسامح بالطبع كمان وبدأ انتقي للأب جورج مسوح المسيح قام حقاً قام أبونا طبعاً بلحظات الفرح نحن بعيد اليوم يعني نور المسيح والشعلي يلي من القبر المؤدس بدأت جول كنائسنا وبيوتنا مثل كل سنة أدي نحن اليوم يعني هالشمعة هايدي أدي بدأت نير قلوبنا وعقولنا استقبلناها السبت واليوم موجودة صارت من إيد لإيد من مؤمن إلى مؤمن بالحقيقة يعني بدي إلك شغلي على هالموضوع هو إنه المسيح هو النور يعني والمسيح قام حقاً قام وبالتالي يعني هايدي رمز ربما البعض بيأمن فيها البعض ما بيأمن فيها قصة الشمعة والآخرين مش مهم يعني المهم إنه المسيح يفوت عبيوتنا ويسكن معنا ويكون يعني نكون قادرين نستقبله لأنه بالحقيقة يعني إذا بدنا نجي نقول نحنا منكون عادين بالبيت أوقات منفكر هل بليه نحنا بهالجلسة يكون المسيح معنا يعني راية عطول منفكر المسيح موجود وبالتالي نتصرف وكأنه هو دائماً بحضرتنا مش ننسيه ونذكره من سنة إلى سنة أو بما واسم الأعياد لأنه المسيح حاضر ونحنا بدنا نحس إنه نحنا لحضرته بشكل دائم المهم إذن هو هذا النور اللي أعطاه المسيح اللي يقول عن نفسه أنا نور العالم يعني بمعنى إنه بيطلب مننا نحنا كمان المضيء يعني أنتم نور العالم بمعنى إنه ناخد من نور المسيح ونعكسه في حياتنا بشكل دائم من هيك بيقول سيدنا جورج برعيتي بكلمة الراعي بسير الفصح لما بيقول هو علمني أن تكون أنت حبي شدني إليك لكي لا أتعلق بشيء عن هذا العالم لن يكون لعيد إلا إذا صرت كل يوم عيدة وهيك حبيت يعني اليوم كمان بلش هالحلقة بهاليوم الحلو المبارك أستاذ جورج بيهاليوم الكنيسة تحتفل أبونا تحتفل بالنور بنور القيامة قديش اليوم يعني هيك من كلمة لشبيبتنا لمؤمنيننا لشرقنا يلي عم يتقلم للبنان نقطع الخط مع أبونا جورج مسوح نحنا إذا بقي معنا نرجع منقله مجددا المسيح قام حقا قام ومننتقل نحن وياكم مشاهدينا لفاصل حتى نستقبل ضيفنا اليوم بهالحلقة الخبير الإكتواري إبراهيم مهنة كونوا معنا من تابع الحل عنا دايما عبر الام تي فيو بصرنا رحب بالخبير الإكتواري إبراهيم مهنة أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وأكيد المسيح قام حقا قام هلأ أكتر سألوني شو الخبير الإكتواري يعني ماذا نعني إكتواري أول شي شو بتحب تقول قبل ما نحكي عن الإكتواري بدي أخذ بمناسبة لعايد الجميع واذا بتسمحي لي خبر خبرية صغيرة عن هالعيد سنة الماضية كنت بأمريكا وكنت عب برايسي للمكتب بالإيميل ونهار العيد أو تاني يوم العيد عب بحكي مع سيكرتيرتي على الإيميل وبلشت الإيميل تبعي حقا مسيح قام وكتبت له شو بد منه وخلص تاني يوم الصبح بوعا أنا بلاقي جواب لإلي مبلش الجواب من الإيميل تبع سيكرتيرتي حقا قام وبعدين جواب كله وبعدين كاتبة تحت جومانا يلي هي سيكرتيرتي إنه بعدها إجازة بعدها فرصة أنا ندين بس الحلو إنه ندين هي شعية وجوابت جواب مسيحي حلو هيدا لزة لبنان يعني ما جوابت ينعاد عليك سيدنا هنة أو شي جوابتني حقا قام يعني هيدا بلبنان يلي العالم ما بتقدروا بس حبيت ضوي حطها تضوي عليك نحن بنقله لنا الدين ولجومانا ولكل لبنانيين من جد نقله المسيح قام حقا قام أستاذ إبراهيم نحن كمان بنعرفك لما كنت كخبير أكتواري مع وزارة العمل بموضوع ضمان الشيخوخي اللي هو مطلب مزمن ودائم أكتواري شو؟ الأكتواري هو علم بحد زيته بيتطرق لعلم الرياضيات والأحصاء والتمويل وكل شي نسعر المستقبل يعني كل شي خطر مستقبلي الأكتواري بيجري بيخصم هالخطر ويحط سعر عليه وانا بحب أقول أنه جامعة الكستليك باري حفتتحت ندوي أو مؤتمر بموضوع ضمان الشيخوخة وهلأ بعد باريح ولا من 4-5 أيام وإذا الله أراد عم نجربوا يمشوا هالموضوع مرة تانية نحن بدنا الدولة تمشي ناست حاضرة نادرة بس بدنا بقى لأنه من الموعيب ما يكون بلبنان عندنا ضمان شيخوخة ولكن وجودك معنا اليوم لأنه بعرف من الشركات اللي حضرتك بتملكها أو مؤسسة شركة الدراسات الأكتوارية شركة تصنيف البلديات وهناك شركة بينيطن إذا بدنا نقول هي شركة اللي كل سنة بتقدم مشروع مجاني يفيد المصلحة العامة يعني هالمشروع السنة وفر وقبله كان مشروع تصنيف الجامعات الخاصة شو وفر؟ شو منقلو كيف بدنا نوفر؟ لش فيه حتى نوفر؟ في كتير في كتير العالم الحقيقة ما بيعرفوا إنه كل مواطن عنده دور نعم حتى يلي بياخد قرار ميزة من شبك السيارة عمل دور خفف وصخ خفف يعني الحل من كل واحد منها؟ كل واحد كل واحد عنده دور نعم ما يحط الحق على تاني وما يقول إنه غير ما بيعمل إذا كل واحد بينتظم وبحط مسؤولية على حاله بنقدر نوصل بهالبلد ومتحسن أكتر بكتير من نحن فيه عملنا مع البلديات لحظنا إنه الحقيقة البلديات في لبنان عندهم محدودين التمويل تبعهم عندهم إدراتهم قليلة جدا ومن ناحية تاني العالم تتطلب كتير من البلديات نعم عملنا دراسات نحن عبدي وإن شاء الله تكون فيه عنا مناسبة أخرى نحكي فيها قديش البلديات تصرف مصارع على الإنما وقديش على الإدارة هون مجرر بس الموضوع اليوم هي موضوع الوفر وبشكر كتير أنه سألتيني عنه ولكن هون بتعرف نحن تعودنا أنه مرات الدراسات بتكون تبقى بالأدراج فدراستكم إن شاء الله حدا هي مختلفة إن شاء الله أنه أخدوا فيها للحقيقة الحد هلا بعد ما أخد فيها حتى الوزير بعد ما سلامه أي وزير وزير الطاقة لا وزير البلديات وزير البلديات وزير الداخلية والبلديات نحن حطيناها نحن كل الدراساتنا نشرها مجانا على الموقع السايت طبع المؤسسي وبيستعملوها بنزلوها طلاب جامعات بيستعملوها أشخاص بدون يعملوا دراسات عن لبنان نحن نعطيها للجميع قضية توفير هي ابتدت من فكرة أنه أنا ربيت ببيت أنه ما يعلمونا أهلنا بتعرف أهلنا أيام حرب العالمية التاني كتير كانوا حرسين على الهدر ما كنا نترك قودة نوم وتضوى مضوى إذا مش قاعدين فيها ضوى بينطفي فعناتها لما تكوني قاعدة بالسالون شعشعي لبديكيه ومطرح ما بقي قاعدة شعشعي بس لما ما تكون عادة استعملية ما تكون دوايه ما بين هلالين بدي أقول أنه مهنة.org هو الموقع الإلكتروني إذا حدا بده يبقى يتابعه وشغل التاني اللي بدي أقولها أنه وفر حل من الحلول يلي بالإمكان أن نضوى عليها وأنه كمان نقدر نستخدمها مزبوط تفضل يعني اليوم وفر هي كانت فكرة أنه في اليوم هل المشكل مشكل إضاءة الشوارع بالنهار شوارع البلديات أو شوارع وزارة الداخل إي لأنه عندنا شارع مسؤولة عنه وزارة الأشغال وشوارع الداخلية مسؤولة عن إنارة البلديات وفيه شوارع يعني بين قائم مقام وبين إي جميع النهاية بلديات يا وزارة بس هذا المشكل مش أنه كمين أدافعه على لبنانيتي بس هذا المشكل مشكل عالمي بس المشكل عالمي مقسوم إسمايا لأنه في عندك دول بالعالم بولده كهرباء كيفية معناية لما يصرفوا كهرباء بطريقة غلط هذا هدر وفي عندك دول ما بتولد كهرباء كيفية مثل لبنان لما يصرفوا كهرباء غلط ما بتكون بس هدر بتكون حرمين لأنه لما تكون دوا يضوع باللمبة على الشارع بتكون عب تحرمي بيت من كهرباء يعني حتى نكون عمليين ونشوف نحن وياك مع البرزنتيشن شوفي نقول للمشاهدين راح نبلش نشوف نحنا هلأ على الشاشة ما بعرف إذا منبلش هي الفكرة كانت إنه حطينا بالصورة الأساسية لمبة مطفاية بنهار ولمبة مضواية بنهار وقلنا إنه لمبة مضواية بنهار هدفنا نحن نخلق أبليكيشن هي لنطفي هاللمبة لما تحكي مع المسؤولين إذا عرفت مع مين تحكي أول جواب يقول لك شو بدنا نبعد نحن نفتشين وين ما كان معهم حق لأنه اللمبات اليوم ما أقولي تكون ماشي مظبوط بكرة متش ماشي مظبوط معناتها فيه صيانة بتاخد مجهود كبير أول شي في كل ثاني شي لتعرفوا وين الغلط فإذا نحن بدنا نخلق أبليكيشن نعمل كل ابناني خفير صفي كل ابناني هو يبلغ فيها بطريقة سهلة وما زال نحن عم نقول بدنا نوفير ما فيدي كمين دفعوا أي مصروف معناتها اخترأنا أبليكيشن تنزل على على حيالة سمارتفون وهلا أبليكيشن هاي بيقدر ما بعرف مين أي كاميرا بيصور هلأ بيخذوها الكاميرا أكيد أي كاميرا بيصورها هايدي طلعت هايدي السرعة بشوفها أنا هلأ بس ضروري يعرف العالم فينا ننزلها نحن هاي ببليش على أي سمارتفون نعم لما تنزل ببليش بيقدر الشخص بس بيكوس عليه كابسي نعم بيعطينا علمه خبر انه فيه لمبة بالمكان الفلاني بالوقت الفلاني مضواي هالخبر هاي ده بوصلنا لقلنا نحن على الشركي نحن منحلل هالأخبار هاي ولما نحلل الأخبار بيطلع معنا معلومات كتيري يعني اليوم لحد غاية اليوم صار عنا حوالي ألفين معلومة بيجينا تقريبا كل أسبوع كل يوم بيجينا حوالي أربعمائة خبر وبيجيوا أخبار مشوارة معينة نحن عملنا برنامج عرفنا كل شارع تابع لأي بلدية وكل خبر بيجينا عن كل شارع بيجينا أكثر من خبر يومين متتاليين يعني إجينا الثانين والثلاثة أو الثانين والأربعة هولو مجرى بيطلع فاكس آخر الأسبوع للبلدية من إلا الشارع السيدة أو شارع بلس أو شارع جندار نحن شو منكبوس حتى نطلع على هالبرنامج هيدا أول شي بديك نزل البرنامج عن الجوجل بلاي أو من الآيفون هو مجانا مجانا اسمه البرنامج وفير نعم شي ينزل على المكناة عندي ضروري يكون يعرف المكناة يكون عندك مشغل للجي بي أس تبعي نعم هذا أول شي مجرور يكون عندك ثري جي أوكي يعني مجرور يكون موصولة على ثري جي بتشتغل بدون ثري جي نعم إذا الواحد بالسيارة أو ماشي شايف لنبا مضواي بس بحط إيده على الشاشة وبقول نعم بيعطى خبر هالخبر مجانا وإذا حابب هو يتأكد إنه هالخبر وصل بيقدر كمان فيه عندنا السيستام بيعرف إنه وصل الخبر يعني موصول مباشرة بالشركة بتعرفوا وين وبتحددوه بس ما منعرف مين نحن نحن ما منعرف رقم الهاتف تبع الشخص يعني هون بدي أطلب المشاهدين إنه يخدوها جدية القصة مش تلهاية إنه هيك تلعبالهم يعني حتى اللعب يخبرنا تلهاية بيبين عنا نحن إذا الشي سيريس ولا لا هلأ هدفنا إذا الله راد نوصل نزلين هالأبليكيشن هاي يكونوا نزلينها على تليفوناتهم فوق العشرين ثلاثين ألف شخص وكمان أستاذ باهين بنقول إنه أنتو بهالعملية مش عم بتفوتوا على خصوصياتهم بقدر ما عم تعرفوا مين بقدر نعطي خبر بايفاكس للبلدية المعنية إنه الشارع الفلاني إجينا خبر تلاتة أو أربعة وخميش إجينا سبعة عشر خبر أو عشرين خبر وأوقاتهم أول خبر وآخر خبر لا يعرفوا إنه عبيجي الأخبار مثلا ساعة ثمانة الصبح ولا ساعة ثلاثة بعض الظهر لا يدروا يعرفوا يبعثوا الصيامة ليش ضروري نطفي اللمبة لأنه اللمبة غير إنه عبتستهلك كهرباء بالنهار عم نحرم بيت من الكهرباء برجع كمان اللمبة إلى عمر لما نستهلكها بالنهار معناتها بدأ ينقص بعمرة وقت الليل ما بيعودوا تدوي أكتر من هي كمان اللمبات اللي بتدور بالنهار في مجالة كتير تنتزع أكتر بكتير من اللمبات اللي تدور بالليل لأنه بدي هون أقول بين هلالين إنه في بلديات بتدوي على الطاقة الشمسية في بلديات بتدوي على اليد يمكن وفي بلديات على طايم رمعيان هلأ بنتزع التوقيت بعدد من الأسباب أهم شي يلي بيدوروا عدجين ترات الطريقة العطيقة ببلديات هاي دي إجمالا بتدور وبتطفي على الوقت لأنه موظف البلدية بدورة بتطفيها نعم طبعول الطاقة الشمسية في عندك نوعين في عندك اللمبة على الطاقة الشمسية وفي عندك البدورة على الطاقة الشمسية البدورة على الطاقة الشمسية إذا مجوية العدسة تبعيتها بمعنية هالعدسة بتخمل أنه اليوم عتم بتضوي بنهار يعني بدس يعني أقله مسح الغبرة مزبوط لما نعطيون خبر نحنا أنه هاللمبات عم بتكون نضوي بنهار بروح بنطفوها يعني خطوة زكية بخدمة المجتمع اللبناني وليا اللي بدوا يستفسر أكتر أكيد نحنا عم نمرق الويب سايت على الهوى بهالأسناء استيزم هنه وأنا اللي بدي يقوله حتى الساعة في تجاوب معكن يعني بتلمسوا تجاوب أكتر تجاوب عم نلاقيه من الستات أكتر من الرجال ومن البلديات عم تلاقوا تجاوب البلديات تير رحبوا بالفكرة لأنه نحنا أول شيء ما عملوا معكن نعم نحنا ما عملوا معكن هلأ عندما يبلش معنا التجاوب المزبوط لأنه نحنا عملنا مثل طريقة انزار إلا منعطي خبر للبلدية أول مرة عن الأسبوع الماضي نعم إذا الشارع ضلوا مضوى أسبوع اللي بعده بنرجع منعطيه خبر مرة تاني يعني فيه مواصلة ومتابعة بس بعد ثلاث أسبوع إذا ضلوا مضوى الشارع ويجينا أخبار عنه وبعد ما طفوا بنعطي خبر للإعلام أها يعني نحنا ممكن تتصلوا فينا بالحل عنا وتقولوا لنا ولح يطلع أوتوماتيك ولحنا حاضرين لنخلي البلديات يعرفوا مسئلويتهم وما يقولوا ما عطيتونا خبر عطيناهم ثلاث أسبوع يعني أستاذ إبراهيم هيدا العمل يعني تشكروا عليه عم تقوموا مكان الدولة ولكن بلوقت ذاته عم بتساعدوا الدولة لا مش مكان الدولة كل واحد لازم يدعم دولته يعني مضبوط هيدا هيدا كتير كتير شغلة أساسية نحنا بنقول لكل المشاهدين وفر نعم لأنه نحنا متلقى كمان اتصالات وبعرف إذا الش الناس بتنقهر إنه ببيوتها ما في كهرباء وداعم نعاني من الكهرباء والطرقات مش عشعة بالنهار ومرات بالليل ما في كهرباء خلين نذكر لآخر يعني حتى يستفيدوا المشاهدين مننا اليوم كيف ممكن إذن يدخلوا على وفر؟ بيفوتوا على جوجل بلاي ويبلغوكم على شي تنزل أبليكيشن بيقدر الشخص يدخلها مع خريطة أو بلا خريطة ننصحه ما يدخل خريطة لأنه بتكلفه مصاري ونحنا بدنا نوفر مصاري بس بيقدر نزلها مع خريطة بس هي بتشتغل بدون خريطة وهالأبليكيشن هاي بس لما يقشع لمبة على الشارع عمده واي يكبس عليها وبنطلب من العالم إنه يكبس أكتب من مرة لما يقشع أكتب من أكتب من لمبة سوف نعرف إنه مش لمبة وحدة مطفية وإذا ضول كبس عليها استعمل هالأبليكيشن اليوم وبكرة لقى اللمبات المدواي ما يقول أنا عطيت خبر يرجع يعطي خبر مرتين خطوصا أنه مجانية واللي بدي أقوله كمان أكتر من هيك أستاذ إبراهيم سجلتوا هايدي بال ما سجلنيها لألك ليش لأنه أنا مش خايف حاليني نقلها بالعكسة حالا نقلها بيستفيدوا منها أكتر وبحب أقولهم على هوا نحن تبرعنا فيها للأمم المتحدي وصارت لح تنزل من 18 دولة تاني غير لبنان وعطينا هون يهب لاشي يعني أنا بتمنى على معالي وزير الداخلية والبلديات يعني يبلش التعاون وتطبيقها لأنه كتير مهمة وأنا برجع أقول للمشاهدين الويب سايت عم بيمر على الشاشة كلنا لازم نساهم حتى نوفر حتى نربح طاقة أكتر أنا أستاذ إبراهيم بدي أشكرك مرتين نهارها العيدة اللي شرفتنا فيه وقال لك إنه إن شاء الله دايما نور الكهرباء مش عشو عفيسبوك كمان وفير يجب أن يعملوا للايك ويعملوا لشير ويعملوا للايك وشير ونحن حاضرين كبرنامج كمان قول اللبنانيين يعني دايما شاطرين بالسوشيال ميديا وكمان يعني عم بيسهموا كتير لطبعا نقدر نوفر أكتر عقولكم عقول اللبنانيين دايما منورة بالأفكار على أمل كلنا نتساعد المهم إنه الطرقات ما تكون منورة خلال النهار بدي أقل لك أستاذ إبراهيم من المرة التانية شكرا لحضورك معنا شكرا لكل المشاهدين يالي تابعونا اليوم بدي أقل لكم إنه دايما في حال والبحال بيبلش من عنا بأعطيكم نوعد بكرة إلى اللقاء مع أطيب الأمنيات بفرصة حلوة اليوم وتمضوا نهار حلو برفقة العائلة والأصدقاء والمسيح قام حقا اشتركوا في القناة